بحاول اكلم الكابتن رضا عبد العال بعد الكلام انه هااا رضعب عليها ليه؟ لان بعد الكلام هاااية امام معشور لا يصبح هذا الاجعitor ده انا عندي تفاصيل لكن مش عاوز اقول التفاصيل اللي عندي عاوز هو اللي يقول بعض متسان اذا هو بقى مردس انا هقولك التفاصيل اللي عندي في موضوع رضا عبد العال وايه اللي حصل له في الحلقة هل هو راح مع رمز جلال فعلا هل صور والضرب هل تراجع في كلامه كده يعني فهنشوف ايه اللي حصل منه لو هو حب يرد ما حبش يرد هقول اللي عندي لان انا عارف ان هو عارف تفاصيل في هذا الامر وعارف ان هو ما ظهرش مع امام عشور يعني المقلب مش بدأ وامام عشور تقل ايده عليه ورخم عليه وهو خارج كيامنا مش صاحب المر بس انا بحاول اجيبه على التليفون عشان ده حقه قبل ما انا اقول يعني اقول اللي حصل وفقا لمصادر في وفقا لمصادر في البرنامج يعني احنا سجلنا حلقة بس مش عارفين هتتزاع ولا مش هتتزاع لكن او هتتزاع امتى عفوا يعني لكن في الاخر يعني يعني كده اه يا حبيب اه يعني واحد بقول لك اخبار اخبارك سلبي عن الزمالك وفن احنا جبنا سلبي الزمالك بحاجة يا ابني ده احنا نقول صفقة الزمالك طار زي ابنقول والد ازاره رايح لهنان انت يعني مغم عليكم مغم عليكم يعني ايه اللي احنا قلناه سلبي عالزمالك في الحلقة يعني اقول لك ايه بس وايه اللي اقوله اجابي عن الزمال اقوله انه ترتيبه في الدوري مثلا اقوله انه فقط نص النقاط يا عم ربنا يشفيك وعفين طيب كان بترد عبدالعال رانيت عليه ثلاث مرات ما ردش هقول اللي انا اعرفه وفقا لمصدر المسؤول واحد رد عبدالعال لم يظهر لم يظهر ما راحش الستوديو سافر اه سافر راح الفندق راح الفندق اه قعد معاه اللي اقوله لك ده ما حدش يعرفه او ما حدش قاله قعد معاه ويبعد بهدف الفندق قال له احنا قلنا حوار رد عبدالب قل له احنا قلنا حوار وما فيوش ضرب ولا مقالب ولا كلام من قال له يا كابتين هتبقى فيها يعني ايه يعني رزك كده شوية يعني شوية حاجات كده يعني قال لا لو فيها رزك انا متحملش قال له يعنيه قال له لو فيها رزك انا متحملش انا راجل عامل عملية قلبي مفتوح وعند ضغط وعند سكر وجالي جلطة وانا متحملش اي حاجة لو حوار عادي ماشي في اي نوع من انواع الرزك انا مش هقدر قال له يعنيه يا كابتين قال له مش هقدر والله يا مهيب بقولك الحوار اللي دار بينهم قال له مش هقدر يا مهيب اي نوع من انواع الرزك غير ان انا قاعد على كرسي بيتعامل معايا حوار اي حاجة فيها مقلب فيها اي حاجة صحتي ما تتحملش والامانة يعني كابتل رضع بعال فعلا تعبال عنده سكر وعنده ضغط ولسه عامل قلبي مفتوح من سلتين تلاتة وكان عنده جلطة فشفاه الله وعفاه فمهيب قال له خلاص انا ما اقدرش اغامر بيك طالما انك انت شايف انك ما تحملش الرزك ده يبقى بلاس يبقى بلاس قال له خلاص بلاس وما اخدش فلوس رضع بعال ولا اخد اي حال طيب الحلقة دي كانت مع مين ما كانتش مع امام عشور الحلقة دي ما كانتش مع امام عشور اصلا حلقة دي كانت مع ابراهيم سعيد حلقة دي كانت مع ابراهيم سعدان بقول لك كلام من بق مسؤولين في البرنامج حلقة دي كانت مع ابراهيم سعيد مش مع امام عشور ولا امام عشور ولا جابه ميديو ينقذ الحلقة ولا الكلام منه ماشي واي حد يقولك ان الحلقة كانت معاما معشور وماما معشور زنقوا وضربوا لا ما حصلش انا اللي بقولك ما حصلش وبناء على كلام مسؤولية ماشي اللي كان جاي كان ابراهيم سعيد و اه اه رضع بعال فالحلقة ما اعرفش بقى جابوا ابراهيم سعيد مع حدي تاني ولا لا فارضع بعال قال مش هقدر اتحمل اي رزق فقال له خلاص يا كابتن ما اندرش نضغط عليه ومهيب شافه وهو بيكلمه قال لك وشه صنهر وكلام من ده لمجرد ان يعرف ان فيه رزق قال له انا صحية ما اتحملش انا عامل قلبي مفتوح وعند ضغط وعند سكر ما اتحملش اي حركة من اي حاجة عاوزيني على الكرسي كده واتكلم ماشي وما كانش خد فلوس ولا عمل اي حاجة ولا اللي بيروح بياخد فلوس قبل ما يروح وما بياخدش غير بعد ما بيخلص ماشي ويمضي الاقرار وهكذا فالفكرة يا جماعة الكلام اللي اتقال ان امام عشور ضرب رضا عبعال شهادة حق ولله ليس دفاعا عن رضا عبعال ولا دفاعا عن امام عشور ولا دفاعا عن احد لم يحدث ذلك لم يحدث ذلك جملة وتفصيلة لم يعتق ما تحرقش وانا بقول لك بقى وانا يعني ايه تاني مرة روح رامز ما تحرقش من القتل للستوديو لكن قعد معا مهيب في الفندوق حاجة يا كابتن اشوفك واحد معاكش قعد معاك قال له الحلقة فيها يا مهيب قال له يعني فيها حواره بس فيه شوية لعبة وكده قال لا لا ما تحملش ايه رزق ارجع يا مهيب وماقدرش اصور انا صحيت بالدنيا وماقدرش احتمل مهيب شاف انه ماقدرش يحتمل فعملوا ايه خلاص رجع ماشي لكن حلقة كانت مع ابراهيم سعيد مش مع امام عشور قال هل بلغت اللهم فشد لا اقولوا ذلك دعما لرضى عبعال او لامام عشور او هجوما على احد او تجذيبا لاحد وانما اقول ذلك بعد تحري الدقة في هذه المعلومات حرصا على سمعة الناس وحرصا على تهدئة الامور يعني دمتم في امان الله ويكرمكم ربنا